مرحبا بكم جميعا أنا الدكتور أنس أحمد الجنادي أخصائي بأمراض الدم والأورام ورئيس قسم أمراض الدم والأورام في جامعة ولاية ميشيغان أود التحدث إليكم اليوم عن أمراض النقي التكاثرية والتي تشير إلى مجموعة مختلفة من أمراض النقي المزمنة المتميزة عن بعضها بالموجودات المخبرية والسريرية والإنذار عند التشخيص هذه الأمراض تحتوي على أربع مجموعات أساسية إبيضاد النقي المزمن إحمرار الدم الحقيقي فرط الصفحات الأساسي تليف النقي البدئي في هذا الفيديو لن نتحدث عن إبيضاد الدم المزمن لأنه خاص بموجوداته السريرية والتشخيصية وأيضا يختلف كليا بطريق العلاج دعمنا نتحدث عن الأنواع الثلاثة الأخرى ونبدأ بإحمرار الدم الحقيقي وهو مرض نقي تكاثري مزمن يشير إلى فرط إنتاج خلايا الدم الحمراء والذي يترافق مع إنتاج خلايا الدم البيضاء والصفحات المفرط التسمية أخذت من إحمرار الدم الحقيقي لأنه هو النوع الوحيد من هذه الأمراض التكاثرية الذي يتميز بارتفاع بتعداد كوريات الدم الحمراء والمتماشي مع ارتفاع في الخضاب الدم والثفالة المرض يصيب الأشخاص الذين هم تجاوزوا أعمار الستين عاما والذكور هم عرضة للإصابة أكثر من الإناث هذا المرض يتميز بازدياتة الخطورة للخفرات الدموية الوريدية والشريانية بسبب الإنتاج المفرط لخلايا الدم كما ذكرنا سابقا والذي يزيد من لزوجة الدم وجعله عرضة للتخثر داخل الأوعية بعض المرضى يشكون من ضخامة في الكبد والطحال مترافقة مع هذا المرض بسبب فرض إنتاج خلايا الدم في النقي العظام وفي الطحال العلاج الأساسي يعتمد على إزالة الحجم الزائد من الدم من خلال الفصاد الوريدية ولكن في بعض الأحيان الخاصة من اللازم خفض أيضا تعداد كوريات الدم البيضاء والصفيحات وخاصة عند الأشخاص الذين لديهم خطورة عالية للإصابة بالخثرات الوريدية والشرينية أو من لديهم قصة سابقة لهذه الخثرات النوع الثاني هو فرض الصفيحات الأساسي والذي يشير إلى ازديادة عدد الصفيحات بدون أي وجود حالة فيزيولوجية أو ارتكاسية تفسر هذا الازدياد الأشخاص هم غالبا ليس لديهم أي أعراض خاصة ويصيب الأشخاص الذين أعمارهم تجاوزت الخمسة وخمسين عاما لكن هناك مجموعة من الإناث الذين هم عرضا للتشخيص بهذا المرض في عمر أقل من الأربعين عاما على جميع الأحوال الموجودات المخبرية الأساسية في فرض الصفيحات الأساسي هو ارتفاع تعداد صفيحات الدم مع وجود عدد طبيعي من خلايا الدم الحمراء والكوريات البيض المصابين بهذا المرض هم أيضا عرضا للخثرات الوريدية والشريانية لكن بشكل عام أقل من ذلك الخطورة المذكورة في حمرار الدم الحقيقي العلاج الأساسي يعتمد على الأسبرين في كل الأحوال لكن الأشخاص الذين هم أكبر من ستون عاما أو لديهم أي قصة سابقة لخثرات وريدية أو شريانية من الغالب هم بحاجة إلى خفض تعداد الصفيحات بأدوية خاصة مثل الدواء المدعو هايدروكسيوريا الذي يؤدي إلى خفض تعداد الصفيحات وبذلك تخفيض خطورة الخثرات الوريدية والشريانية المذكورة سابقا تليف النقل البدئي يؤدي إلى استبدال نقية العظم بنسيج ليفي وندبي مما يؤدي إلى انخفاض تعداد كريات الدم الحمر والصفيحات مع ازدياد مرافق بخلايا الدم البيضاء هذا المرض سيره غير متوقع في بعض الحالات يكون انذاره بسيط أو متوسط نوعا ما لكن في بعض الحالات انذاره سيء وكل ذلك يعتمد على الموجودات المتوفرة عند التشخيص ويعتمد أيضا اعتماد كبير على عمر المريض بعض المرضى يمكن علاجهم بزرع نقي العظام لكن هؤلاء المرضى يجب ان يكونوا ذو اعمار منخفضة نسبيا لكن اذا كان عمر المريض متقدم فان زرع النقي ليس من الامور المنصوح بها المرض يتظاهر باعراض وهنعام وشحوب وضعف ويترافق مع ضخامة واضحة في الطحال وإلى حد ما في الكبد وخاصة في الحالات المتقدمة مما يؤدي إلى ألم بطني مستمر وأحيانا ما ندعوه الشبع المبكر ومعنى ذلك بعد تناول بضع لقيمات من الطعام يشعر الشخص بشعور الشبع بسبب ضغامة الطحال التي تضغط على المعدة كما ذكرنا هناك أدوية لمعالج هذا المرض بشكل عام لكن هناك دواء خاص ثبت في السنين الأخيرة أن له تأثير جيد على سير هذا المرض وهذا الدواء يدعى جاكافاي في الولايات المتحدة وإذا كان متوفر في منطقتك يجب أن تناقش ذلك الخيار مع الطبيب المعالج وفي الختام أشكر استماعكم لهذا الفيديو القصير والذي أرجو أن يكون قد زودكم بمعلومات مفيدة ومهمة عن هذه الأمراض التي كما ذكرت لها سير مزمن ويجب أن تتوفر عناي خاصة للمصابين بهذه الأمراض من خلال التعاون بين المريض والعائلة والطبيب المعالج والسلام عليكم